بسم الله الرحمن الرحيم الزمالك وسبورتينج تجربة مفيدة سلاح قاهر منشستر ينايتد وأخيرا أحمد قطاوي في ديافة أخبارنا أما عن موضوع حالاتنا واللي حابين يعرف رأي حضراتكم عنه ومنتظرين إجابتكم هو أهمية التعاقد مع المغربي محمود بنتاج لتدعيم الجبهة اليسرى منتظرين أراكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيل ميدي مساء الخير والسعادة على أعظم وأوفى جمهور في الدنيا يوم جديد كله خير إن شاء الله فرقنا وآخر استعداداته قبيل الموسم الجديد فرقنا زي ما حضراتكم عارفين بينتظم في معسكر مغلق في برج العرب بعد الفوز مبارح على سبورتينج كان في مباراة مع الفريق السعودي وبلغنا حضراتكم طبعا إن حصل أوجد جديد وقدر الإداريين في الحقيقة والناس شغالوا على طول في ثانية كانوا بيوجدوا البديل وكان في مواجهة طبعا مع سبورتينج ونادي زمالك فاز بثلاثية نظيفة وإن شاء الله يكون في مباراة ودية تانية بكرة بإذن المول عز وجل بعدها المباراة الأخيرة يوم سبعة وينتهي معها المعسكر بشكل نهائي هيكون فيه يوم أو هيكون فيه راحة بسيطة بعدها ونستقنف تدريباتنا مرة تانية قبل السفر إلى كينيا لقود المعترك الإفريقي بمباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والحية المباراة الودية اللي بتكون في البري سيزن مفيدة جدا خصوصا أنك بتقدر من خلالها كمدرب تشرح أفكارك طبعا خلص جوزي جماز على رأس القيادة الفنية ما بقاش جديد على اللعيبة ولا اللعيبة جديدة على جماز ولكن الراجل بيجدد من نفسه كل شوية فيه أفكار كان فيه بعض المشاكل في الموسم اللي فات الحتة اللي ما بين 6 و 8 في نص الملعب والسرد بكات الراجل اشتغل عليها بعض المشاكل هتوجهه السنة دي في تصحيح الأخطاء الدفاعية والتمركز ويجو ماس شغال في كل هذه الجزئيات ولكن خلونا ناخد حضراتكم لخبر آخر سعيد وهو طبعا جماهير الزمالك منتظر الإعلان عن صفقات جمهور الزمالك منتظر المزيد والمزيد من مجلس الإدارة المحترم ولكن مبارح كان يوم سعيد على جماهير نادي الزمالك خصوصا بعد الإعلان عن التعاقد مع المغربي محمد بن تايج هكلم حضراتكم في جزئيات هامة جدا فيما يخص أرقامه وفيما يخص الكيميا بتاعته مع نادي الزمالك تركب ازاي بطريقة لعبه مع طريقة لعب جماز الهوية بتاعة الراجل كل ده هنتكلم فيه ولكن عايز أتكلم على التقديمة اللي شفناها على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك وكان فيه مجموعة من الصور والفيديوز والتصريحات كمان اللي انتشرت على البلاتفورمز بتاعة نادي الزمالك الحقيقة كانت حاجة محترمة وأعتقد أن حضراتكم شفتم وتابعتم كل هذه الصور والتصريحات ونادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله من أحسن لأحسن ده الميديا سنتر الخاص بنادي الزمالك اللي مجلس الإدارة في الحقيقة عملوا حاجة محترمة حاجة مشرفة ميديا سنتر بتراز عالمي يعني زي ما قلنا مبارح فيه صفقات الإدارة شغال عليها صفقات هاتردي طموح وجماهير الزمالك وهنا هقف مع حضراتكم دي البداية كلمنا عن صفقات بطليق باسم نادي الزمالك وبتلبي طموحات الجهاز الفني والجمهور العظيم ولكن دي البداية بعد الإعلان عن صفقة بنتهاي جنبارح ولسه فيه لسه مكملين في صفقات من العيار الثقيل ومجلس الإدارة الناس والله العظيم يعني ما بتشوف بيوتها وهتشوفه وهيتم الإعلان عن كل حاجة ولكن في الوقت المناسب قدامنا لغاية 12 سبتمبر عشان بعض الناس الألقانة وبعض الناس اللي هي بتقولك ما فيش وقت لا انت لسه معاك او لسه بتتكلم في عشر تيام تقريبا او في 12 يوم بالتحديد بناسبة الكلام عن بنتايج مين بنتايج ارقامه عاملة ازاي كيميته تركب مع الزمالك ازاي طريقة لعب جماز على رأس القيادة الفنية يقدر يستفيد بيه ازاي ولكن خلونا نتعرف مع حضراتكم اللاعب دوت كان فين او بيعمل ايه او بيلعب فين الراجل دوت كان موجود في سنتيتيان الفرنسي على سبيل الاعارة لمدة موسم مع وجود بند بقى حقية الشراء بعد انتهاء الاعارة وهنا انا بكلم حضرتك في امور تعقدية ما بين مجلس ادارة نادي الزمالك ومجلس ادارة سنتيتيان طيب مين محمود بنتايج وايه ارقامه وايه احصاياته وابرز ما جاء في الموسم اللي فات الراجل اللاعب 23 مباراة بقميص فريق سنتيتيان منها 20 لقاء في دوري الدرجة التانية شارك في صعود الفريق للدوري الممتاز بعد خود 3 مباريات في الدور الفاصل طيب اللاعب سجل هدف صنع هدف اخر مع الفريق قبل ما يخود رحلة سنتيتيان لعب مع الرجاء 37 مباراة سجل خلالها هدفين صنع 4 اهداف خلال 3 بطولات اما عن بطورة دوري ابطال افريقيا او الشامبينز ديج الافريقي شارك في 8 مباريات مع الرجاء كمان شارك في 24 مباراة في الدوري سجل خلالهم هدفين وصنع 3 اهداف محمود بن تايج لعب مع فريق اتحاد المحمدية في بطولة كاس العرش والكونفيدرالية الافريقية 2021 في 6 مباريات سجل 3 اهداف وواقع هدفين في البطولة الافريقية وهدف في بطولة كاس العرش وصنع هدف وحيد في مسبقة الكونفيدرالية الافريقية طيب نقفل بقى الارقام والاحصائيات كيف يتعامل وكيف يستفيد نادي الزمالك من هذا اللاعب ركز معايا عشان الكلام اللي هقوله من الناحية الفنية غاية فيه الاهمية طيب ازاي جماز يستفيد من الصفقة الجديدة وازاي جماز يوظف محمد بن تايج مع نادي الزمالك هرجع شوية فلاش باك المسلوسي بيلعب باك رايت جزي جماز بييجي على رأس القيادة الفنية بيعيد توظيفه مرة اخرى كسرد باك المسلوسي بيكسب الرهان وبيتقلق وبيثبت نفسه كواحد من افضل السرد باكات في الموسم اللي فات طيب بن تايج بيلعب برقل الشمال بيجيد التاكلينج بشكل اكثر بن تايج عفوا محمد بن تايج الراجل محمود بن تايج عفوا بيشتغل على المواقف الدفاعية الواحد لواحد بشكل اكتر من رائع الراجل بيستفيد او بيقدر ان هو يعمل الاوفر على راس المهاجم او على راس اللي موجود داخل منطقة التمنتاشر بدقة شديدة جدا الراجل بيلعب برجل الشمال زي ما حضراتكم عارفين بيعمل التحولات والارتدادات ودي من اهم الحاجات اللي جماز بيعتمد عليها سرعة الترانزيشن او سرعة التحول الراجل عنده سرعة كبيرة في التحول زي ما قلت لحضراتكم بيجيد التعامل في موقف واحد لواحد عنده دقة عالية جدا في التمريرات جماز دايما بيحب اللعيب اللي بيطلع بالكورة من وراء القدام بشكل كويس بعض الناس اتكلمت على العبدالله السعيد ليه جماز بيستعين بيه بمركز تمانية انا هربط هنا بنتايج بفكر جماز ان جماز دايما عايز عبدالله موجود في مركز تمانية عشان بيحب يطلع بالكورة من وراء القدام بشكل ما فيهوش ولا غلطة فبالتالي لو حضرتك شفت بنتايج مع جماز بيلعب كسر دباك ما تستغربش بعض الناس هجمت جماز على المسلوسي الراجل اجاد وتقلق وكان واحد من افضل المساكين في الدوري المصري الموسم اللي فات كمان من اهم مميزاته ان هو بيقدر يعمل التحامات ارضية بشكل دقيق جدا يعني راجل بيستخلص الكورة بشكل كويس بخلاف التميز الشديد في الكورات العرضية زي ما وضحت لحضراتكم وده توقع شخصي مني ان انا شايف ان الراجل طريقته واسلوبه واركامه انا تبعت على فكرة عدد من المباريات ليه مع سانت تيان اخر 20 مباراة قريبا اتفرجت على الهايلايت طريقة لعبه مع فكر جماز اعتقد ان الاتنين هيكملوا بعض وجماز دايما يعني بيتميز في حتة ان هو بيقدر يطور من اداء كل لعب وشوفنا دوت في اكتر من لعب مع نادي الزمالك طريقة لعب جماز اسلوب بنتايج اعتقد ان التوليفة دي هتكون مفيدة جدا لنادي الزمالك من حيث الادوار التكتكية والاستخدام الفني لمحمود بنتايج من جانب جوزي جماز طيب السؤال هنا هل هيقدر يخدم طريقة جماز اقول لحضرتك اه لان هو هيشكل سلسية قوية مع ناصر ماهر ومصطفى شربي هيقدر بيها جماز يفك طلاصم اي دفاع مهما كانت قوته لان كل لعب فيهم بيمتلك مهارة مختلفة عن التانية والاختلاف هنا بيخلي المنظومة تكمل بعض اولا هيبع عندك جبهة يسرى زي ما الكتاب بيقول الراجل بيلعب بالقدم اليسرى وبيجيد قطع الكرات زي ما قلت لحضرتك موقف واحد ضد واحد الراجل بيعرف يتعامل في المواقف وفي الحالات الدفاعية بشكل اكتر من رائع وتاني وتالت ما تستبعدش ان انت تشوفه كسرد باك او قلب دفاع واحنا هو بفضل المولى عز وجل اول ناس بنتوقع دوت من خلال الاراية بتاعتنا للمشهد اعتقد ان بنتايج هيكون لي اكتر من استخدام مع جماز من حيث النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية لعب بي قلب دفاع وتقلق هنقول الحمد لله ونقول ان احنا اول ناس توقعنا لعب بي زي ما هو بيلعب كباك لفت ولكن انا توقعي الشخصي ان هو هيكون لي اكتر من دور مع جماز ده فيما يخص محمود بنتايج عايز اروح معاكم لموضوع تاني مهم وانبارح بفضل المولى عز وجل سجلنا اللعيبة في القايمة الافريقية والمحلية عشان نحسن ملف مهم وهو ازمة ايقاف القيد الحمد لله ايقاف القيد تشال وسجلنا اللعيبة اللي رجعت من الاعراض وسجلنا محمود بنتايج بس لسه منتظرين استلام البطاقة الدولية او الكارني بتاعه بعد وصول بطاقته الدولية ان شاء الله باذن الله هيشارك في السوبر الافريقي بشكل عادي جدا فيش اي مشاكل خالص كمان مباراة المجموعات في الكونفدرالية الافريقية هيكون موجود فيها اي لاعب هيتسجل من هنا لغاية عشرين سبتمبر هيشارك عادي في السوبر الافريقي تاني اي لاعب هيتسجل لغاية اتناشر سبتمبر هيشارك عادي في السوبر الافريقي فخلينا نتفعل خير ان شاء الله ونسيب الناس تشتغل وان شاء الله كلنا ثقة في مجلس الادارة نسيب الزمالك ونروح للفرعون المصري محمد صلاح من شوية انطلق واحد من اهم الدوريات ان لم يكن هو الاهم والاكبر في العالم البريمير ليج مواجهة نارية بين نجمنا المصري محمد صلاح امام منشستر ينايتد واحنا بنكلم حضراتكم دلوقتي هيديها 13.00 ولكن لازم نتكلم على ارقام صلاح امام منشستر ينايتد الراجل هو هدف الدربي برصيد 14 هدف متفوق على الاسطورة الانجليزية ستيبن جيررد برصيد 9 اهداف صلاح ضد منشستر ينايتد خاد 15 مباراة فاز في 6 مباريات تعادل في 5 خسر 4 لقاءات فقط سجل 14 هدف صنع 4 اهداف الحقيقة حاجة تشرف فخر مصر والعرب والافريقيا والدنيا كلها الراجل مساهم قدام منشستر بس بـ 18 هدف اسطورة لا تنتهي هنفضل متشرف بها دلوقتي وبعدين والمدة سنين كتير جاية وبعد ما خلصنا كلامنا عن الزمالك وعن صلاح خلونا نطلع نشوف التقرير دوت فنرجع منه عشان نبتدي اخبارنا مع حضراتكم خاض فريق الكرة بنادي الزمالك مباراة ودية هاما مساء السبت امام نظيره سبورتينج السكندري حسمها الابيض بثلاثية نظيفة وسجل اهداف الفوز للزمالك سيف جعفر في الدقيقة الخامسة والاربعين ومصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة والثمانين وسامسون اكينولا في الدقيقة الخامسة والثمانين وبدأ الزمالك مباراة سبورتينج بمحمد صبحي في حراسة المرمى وحسن ابو المعاطي وحمز المثلوثي وأحمد مجدي وعمر جابر في الدفاع والثناء نبيل دونجا ومحمد السيد في وسط الملعب الدفاعي والثلاثي ناصر ماهر وزيزو وسيد عبدالله نيمار في وسط الملعب الهجومي بالإضافة إلى المهاجمة الشاب حسام أشرف العائد من بلدية المحلة وسيطر لاعب الزمالك على مجريات الشوط الأول وفي الدقيقة الخامسة والعشرون من اللقاء دفع جوزي جوميز بالثناء سيد جعفر وحازم أسامة بدلا من محمد السيد وسيد عبدالله نيمار ثم أجري التغيير الثالث بالدقيقة الخامسة والثلاثين بنزول محمود الشناوي بدلا من محمد صبحي وقبل نهاية الشوط الأول سجل سيف جعفر هدف التقدم للزمالك وبدأ الزمالك الشوط الثاني للمباراة بمحمود الشناوي في حراسة المرمى وأحمد محمود وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد عاطف في الدفاع وشارك خلال أحداث الشوط الثاني الحارس عمر عبدالعزيز بدلا من الشناوي والبنيني سامسون أكينولا ومهاب ياسر بدلا من ناصر منسي وشكابلا وفي الدقيقة الثالثة والثمانين من اللقاء سجل مصطفى الشل بالهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وأضاف سامسون أكينولا هدف الزمالك الثالث قبل دقائق من نهاية اللقاء لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة في تجربة مهمة ومفيدة للجهاز الفني بطولة جديدة لطرق الخضب المفرية سيكمل المشوار بإقتداره سيكمل المشوار بإقتداره ويرفع رصيده من الألقاء في إحدى الأنجازات المريضية من جديد بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية وكالعادة بنبدأ أخبارنا من عند المغربي محمود بنتايج زهير أيصر الزمالك الجديد اللي وصل إلى فندق الإقامة والتحق بمعسكر الفريق للاستعداد للموسم الجديد في برج العرب أعتقد أن حضراتكم طبعا شفتم وتابعتم وردود الأفعال في الحياة كانت أكتر من ممتازة بنتايج كمان شارك في المران الصباحي اللي أقيم في صالة الجيم في الأوتال أو فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بعد انضمامه للفريق أعتقد أن حضراتكم الفترات اللي جاية هتشوفوا المزيد والمزيد إن شاء الله من السفقات من جانب مجلس الإدارة المحترم نروح للعاب الفريق اللي خادوا تدريبات بدنية خفيفة النهاردة في فندق الإقامة أو صالة الجيم تحت إشراف جواو ميجال مخطط الأحمال بفندق الإقامة كمان الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيا جوماز كان لي برنامج بدني للعبين خلال المعسكر دايما جوماز بيحب يحط بلان أو خطة إن هو يطلع بالمعدل البدني أو ينزل بالمعدل البدني على حسب احتياجات الفريق وعلى حسب التوقيت فبالتالي كان فيه فقرات تدريبية في الجيم في فندق الإقامة على أن يتم تجهيز اللاعبين للمران المسائي وهنا بنتكلم على الجزء الفني قبل ما نكمل كلامنا عن أخبار فرقتنا بينضم لنا واحد من نجوم منتخبنا الوطني ونجم نجوم ناديز مالك السابق الكابتن هشام يكن يا كابتن هشام مساء الفل عليك بتشرف دايما بوجود حضرتك معنا بحاجة مزاكة أمر عملية طب مننا عليك يا كابتن وحشني أنا الحمد لله ويعني طول ما إن شاء الله بإذن الله ناديز مالك بخير كلنا هنبقى بخير أخذ حضرتك لجزئية فنية سريعة كده فيما يخص محمود بنتاج شفنا جماز بيستعين بالمسلوسي في مركز السردبك وما فيش حد في ناديز مالك أو في مصر أحسن من كابتن هشام يكن يكلمنا في جزئية السردبكات المسلوسي كان أصلا باك رايت ولكن جزئية جمازيستعان به في مركز السردبك والراجل كسر الدنيا الناحية الثانية محمود بنتاج في وضع الواحد أو المواقف الواحد الواحد دايما بيجيد قطع الكرات بيعمل تاكلينج بشكل رائع الراجل عنده الأكيرسي أو دقة التمرير بنسبة جيدة جدا فبالتالي ممكن نشوف محمود بنتاج بيكون لي استخدام آخر من جزئية جماز في حتة السردبك مش بس كباك لفت لا بص أول يعني عشان بس نبقى دايما متفاقين ده مركز بعيد كل البعد عن المركز المكين ده الأطراف ليهم واجبين واجب دفاع وواجب السردبكات لو ليهم واجب هجومي فهو في القرص السبتة أو يعني لما يكون مكمل في إحدى الألعاب اللي ممكن يكون وهو يتحط في وضع إنه هو يحتاج إنه هو يكمل بكورة ويطلع بيها إذا كانت حجمة مرتضة لكن لما نجي نتكلم على الشق الدفاعي بشكل جدا فهذا السردبكات يختلف ثمين على البكين أولا أه أه اسلوب كل حاجة الكرات العرضية ووقفتهم الا الاستخدام رجزهم بالاتنين لازم يكون في تفوق فيها يعني وإذا ما كانش اللعيب هيكون بيجيد اللعب بالتردباك بالذات هتلاقي وقفته دايماً غلص يعني يعني من حريكي أنا بتتكلم عن التمركز بالذات فالتمركز ده ما هو أنت سببه خسرته تلات المكاس سبب التمركز والتصرف الأثناء اللعبة فعشان كده أنا بقول أن الأخطاء الدفاعية دايماً بتيجي نتيجة التمركز وعدم دقة استخدام وقفة اللعب داخل المرعب صحيح فدي هي النقطة اللي أحنا بتتكلم عليه فالنهاردة لما أجي أستعين بالمسلوس إنه يجيد إنه يلعب في المكان ده ده مش كل اللعبة هتبقى المسلوس صحيح متفاهمين جداً وجهة نظر حضرتك ولكن كابتان هشام عايز أخد من حضرتك برضو رؤية فنية أخرى فيما يخص بقى الكمبو بتاع الدفاع بتاع ناديا زمالك بتتكلم إن الوينش بإذن المولى عز وجل خلاص راجع من الإصابة بتتكلم إن انت بتستعيد مرة أخرى عبدالشافي وقيمة كبيرة جداً سواء داخل الملعب أو في الدريسنج روم الخاصة فأصبح إن انت عندك منظومة دفاعية كويسة جداً بوجود الوينش حسام عبد المجيد المسلوسي محمود بن تايج وأيضاً عبدالشافي ومن إدارش ننسى طبعاً عمر جابر ابن نادي طبعاً يعني أبو السؤالة كان الحاجة أسامي كلها كويسة جداً إنت بس يعني هي المسألة اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه سرعة تأقلم صحيح مهمة جداً وإن إزاي إن أنا أستغل في الفترة اللي جاية في الأيام القليلة لأن فترة الأداد ما هيش فترة طويلة وكان نحن طلعين من الموسم قرار ويكيل وطويل مع اللعيبة فكان لازم إن هم يستريحوا شوية لكن أنا شايف طبعاً فترة طباحة يعني مش كبيرة لكن إحنا لازم نستغلها صح يعني لازم نعمل ترابط فكري وبدني مع بعضينا علشان خاطر نقدر إحنا ندخل على أول مراحل الاشتراك تاني إنك إنت ترجع كبطولة وترجع في لقاءات كبيرة جداً فيجب عليك إنك إنت تكون عامل تحضيرات غير طبيعية وإن اللعيبة كلها تنسجن بسرعة وإده عايز تقارب كلام كتير مع بعض عادات مع بعض أتفرج على رؤية المدرب أو أعمل اجتماعات كتب جداً باللعيبة دايماً الأطراف الملعب تبقى في نقاش دائماً مع بعضيهم كل مجموعة بتبقى خطوط مع بعض إذا كان خطوط عرضية أو خطوط طولية إن احنا نقدر نتناقش مع بعض عشان نقدر نوظف ناشتنا البعضين صح وهو ده المفروض إن يتعامل الفترة اللي جاية الكلام الكتير في الكورة الرؤية اللي تبقى موجودة إذا كان فيه النوع من النوع الخطط يبقى مرسوم على أو موجود على إحدى مثلاً إشارات الفيديو أو الحاجات بنسترجح عشان نقدر نتكلم ونوجه العيبة بحاجات كتير لازم العيبة عشان نلحق نعمل ترابط الوقت مش كبير نحن نساجد لكن نقدر الأفكار بتاعتنا تبقى قريبة من بعض من خلال الرؤية مع بعضنا اللي هي الكلام إنه حضرات مع المدرجين المختصين التدريبات الخاصة اللي هي اللي يجب على المدين الفني إنه هو يكون حضر بالنسبة لكل خطوط الملعب سوى الدفاعية اللي هي الفردية أو الجماعية تخطية جماعية مهمة جداً والمهمة تخطية الفردية مهمة جداً الحاجات دي هتربع من مستوى اللعيب فأفتكر إن ده هنشتغل عليه فأكيد ممكن طبعاً اللي عبدنا هتتستجيب بسرعة الوينش رجوعه مهمة جداً 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 لأنه من أفضل اللعيبة اللي أنا شدتها في الفترة اللي فاتر كالتر إن شاء الله يكون يعني مع الفريق إن شاء الله ويقدر يوم بدوعه ولو تواجد أفتكر إن طبعاً كابتن هشام فيما يخص المنظومة أو المنظومة الدفاعية لنادي الزمالك أنا ما اعتقدش إن فيه أي حاجة تاني ممكن تتقال بعد الشرح الوافي والكافي والرؤية الفنية المميزة من حضرتك الله يخبرك شكراً كابتن هشام شكراً جزيلاً نجم نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني الكابتن هشام يكن وخلينا نكمل مع حضراتكم بقى أخبارنا عواد قصته إيه عواد زي ما حضراتكم عارفين خلاص جدد التعاقد وموجود دلوقتي مع نادي الزمالك في الـ أو في معسكر التحضير للموسمة الجديد بعد إعلان النادي بالأمس عن تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم جديدة طبعاً عواد هيشارك في التدريبات الجمعية للفريق بشكل طبيعي جداً مساء اليوم كل التوفيق لعواد فيما هو قادم مصطفى شلبي تلقت أهنية خاصة من الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على الفيسبوك بمناسبة عيد ميلاده وبنقوله طبعاً كل سنة وانت طيب يدرشوا كل التوفيق ان شاء الله لك فيما هو قادم طيب هنختم أخبارنا من عند بعثة فريق السلة اللي وصلت بفضل المولى عز وجل القطر منذ ساعات لخوض مبارتين وديتين أمام الرياضي اللبناني يومي اثنين واربع سبتمبر الجاري وبتضم قائمة الزمالك عمر هشام معاز أيمن أحمد ياسر عبدالوهاب ياسر عبدالوهاب وعلي عمر وعمر عزب ومهاب ياسر ومحمد يونس وآدم الحلواني وبهاء رمضان وأحمد عزب ومحمد إبراهيم محمد أيمن أحمد إسماعيل وأيضاً بيضم الجهاز الفني والبدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً إسلام جمعة طبيباً ومحمد سعيد مخطط أحمال أما عن المدير الإداري فهو مصطفى حسن فلر سريع وبعد كده نبتدي مع حضراتكم أخبارنا المتنوعة ولكن معنا مداخلة مصطفى محسن طبعاً مديراً إدارياً للتوضيح وللتصحيح هنتبع مع حضراتكم دلوقتي أخبارنا المتنوعة ولكن بعد هذا الفلر من جديد بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية والله كان نفسي أطلع النهاردة أقول لحضراتكم جدول الدوري هيبتدي إمتى هنخلص إمتى القصة إيه ولكن مفيش جديد الأخبار إيه مفيش أخبار الموسم الجديد هيبتدي إمتى الله أعلم جدول أخباره إيه لغاية دلوقتي مفيش حاجة وعندي بس تحفظ بسيط يعني حابب إن إحنا أو طرحة كده حابب إن أنا أعرضوا مع حضراتكم بدورنا الإعلامي في قصة الرابطة ليه قبل الدوري بأسبوع فجأة تلاقي الناس كلها طالعة في الرابطة يقول لك دول الناس اللي موجودة ولا دول ولا ده المجلس بتاع الرابطة أو دي المجموعة اللي هتدير الرابطة وقصتنا كذا ودنيتنا كذا وقبل الجدول أو قبل المصابة بأسبوع بيتم الكشف عن كل شيء أنا مش عايز أخش في تفاصيل قوي لأنه مش وقتها ولكن أتمنى إن يكون فيه وقت للناس اللي هتيجي تشتغل أتمنى ما نسمعش كلام هناخد رأيي الأندية في كذا لأن لو أنت عندك منظومة أو عندك لجنة عاملة دوري بفير بطريقة عادلة لجنة مختصة حتى جدول عاملة بقى كل السيرفيز اللي في الدنيا معها كل التكنيكاليتيز أو معها كل المعلومات الكافية عشان تقدر تحط جدول منتظم أعتقد المصطرة لو واحدة مفيش حد هيبقى عنده اعتراض يعني لو حطيت جدول بمعايير فيها فيرنس أو فيها عدل وفيها وعي بكل أمور الكرة المصرية والمشاركات الافريقية والتوقفات الدولية كل الكلام دوت لو أنت حطيته في عين الاعتبار وعملت جدول منتظم وعرفت الناس التوقف الدولي يوم كذا المشاركات الافريقية يوم كذا الفرقة هتاخد مثلا ثلاث ايام عشان المشاركة أو أربعة ايام عشان المشاركة الافريقية أيا كان ولكن حطة أنت ترجع لنادي عشان تحط ليحة أو تحط قانون أو احنا ضد ده تماما لأن حضرتك اللي بتدير مش النادي اللي بيدير حلو أن أنا أعد مع الناس على الترابيزة وأخد رأيهم ما عنديش أي مشكلة بس أن أنت تحط جدول أو تعمل ليحة أو تاخد قرار بناء على رغبة نادي أو على رأي فلان ما أعتقدش أن دي حاجة هتكون في الصالح العام فأتمنى أن احنا يبقى عندنا سيستم مشيين عليه ليحة واضحة وصريحة ومعلنة للكل جدول منتظم ملم فيه بكل التوقفات الدولية ملم فيه بكل الأمور اللي بتخص الطب الرياضي والسبورت سايكولوجي ويبقى عندك لجنة فيها ناس مختصة أو ناس أكسبرت كده زي ما بنشوف في كل دوريات العالم ما نجيش قبل الدوري بأسبوع نعلم بقى عن كل حاجة وهنا أنا مش بتكلم على شخص معين أو بتكلم على شيء معين أنا بتكلم على كونسبت أو على قاعدة عامة بتصب في النهاية لمصلحة الكرة المصرية وفيه خبر طبعا لسه عارفينه دلوقتي حالا أنه هو إحراز ليفر بول الهدف الأول بصناعة النجم والأسطورة محمد صلاح خلينا لويس دياز هو اللي أحرز الهدف بالمناسبة خلونا نبتدي أخبارنا المتنوعة من عند منتخب كاب فردي اللي وصل اليوم للقاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة خمس أيام استعدادا لمواجهة مصر الجمعة المقبلة بإذن المولى عز وجل في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا منتخب كاب فردي بس عشان بعض الناس ممكن تبقى أخذ عنه انطباع أنه هو منتخب ضعيف منتخب كاب فردي من أقوى المنتخبات اللي موجودة داخل أفريقيا دلوقتي فعلا هو من أقوى المنتخبات اللي موجودة في أفريقيا دلوقتي وحضراتكم هتشوفوا دوت على أرض الملعب عندهم جيل رائع من اللعيبة وعملين كانوا مكسرين الزنيا في الفترات الأخيرة اتحاد كاب فردي لكرة القدم أعلن أن المنتخب هيكون فيه سبورتس كامب أو ترينين كامب في القاهرة استعدادا لمواجهة مصر المعسكر بتاحهم هيكون بداية من 1 سبتمبر بقيمة تضم 24 لعب استعدادا للتصفيات الإفريقية طيب من كاب فردي نروح لمنتخب كرة تأهل منتخب الكرة للهدف إلى ربع نهاية منافسات دورة الألعاب البراليمبية وطبعا في باريس رغم الخسارة أمام الخسارة الأولى كانت أمام أوكرانيا صح يا شباب الخسارة الأولى كانت أمام أوكرانيا في الجولة الأولى ثم الصين في الجولة الثانية ويتواجد ضمن 8 منتخبات في منافسات كرة الهدف بدورة الألعاب البراليمبية وبعد قروجه طبعا أعتقد أنه كل المنتخبات لها مننا كل الدعم ولكن هيخود لسه مباراة في دور المجموعات وأعتقد أنه هيكون موجود برضه وفقا للترتيب بتاعه في دور الثمانية وهيخود منتخب كرة الهدف مباراة ربع نهائي المنافسات غدا أمام أول المجموعة الثانية طيب عشان نوضح لحضراتكم الصورة أول مباراة لهم هتكون غدا بإذن المولى عز وجل وأيضا في منافسات التجليف احتل السنائي علي الزيني ومروى عبد العال المركز العشر في سباق القارب الزوجي المختلط وهو إنجاز تاريخي طبعا بيتحسب للسنائي المصري كونها المشاركة البراليمبية الأولى والرياضة التجليف المصرية في دورات الألعاب البراليمبية وكل التوفيق طبعا لأبطالنا من دوي الهمم أما عن دوري القسم الثاني القرعة أصفرت عن مواجهة أو مواجهات قوية في الأسبوع الأول بعد ما تم إجراء القرعة النهاردة في مقر الاتحاد الكرة بحضور طبعا ممثلي الأندية وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي طنطة مع ودي دجلة ودي دجلة في الحقيقة كان مقدم كرة ممتعة زي ما حضراتكم شفتم وطبعتهم مع تاكيس جونياس كانوا بيقولوا حتى الساكسي فوتبول وكان حتى الأندية الجماهرية تلاقيها بتتابع ودي دجلة زملكوية أهلوية من الإسماعيلية من الاتحاد من المصري كان ليها دايما كده نصيب من المتابعة الجماهرية للكرة الجميلة اللي كان بتقدمها فرقة ودي دجلة وقطاع النشقين في الحقيقة أكثر من ممتاز لفيينة مع رايا أبو إيرلي الأسمدة لا عفوا أبو إيرلي الأسمدة مع المنصورة ولفيينة مع رايا السكة مع أسوان كهربة الإسماعيلية مع بيروت الترسانة مع منتخب السويس القناة مع المقاولين الداخلية مع بلدية المحلة وطبعا نجم نجوم نادي الزمالك السابق كابتن إبراهيم صلاح على رأس القيادة الفنية للمحلة بنقوله بالتوفيين إن شاء الله وكل الدعم ليه واحد من أبناء نادي الزمالك المخلصين بلدية المحل عفوا سبورتينج مع بترول أسيوت الاتصالات مع بروكسي والتحاد الكرة كمان كشف أن دوري القسم الثاني ألف المعروف باسم دوري المحترفين سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي كمان اتحاد الكرة في لايحة الموسم المقبل أكد أن قيمة الاشتراك في بطولة سواء الدوري الممتاز أو كاس مصر هي نفس القيمة الموجودة في الليحة والاشتراك أو قيمة الاشتراك في البطولة للموسم الجديد هتكون كالتالي وهنستعرضها مع حضراتكم من اتحاد الكرة نروح لروبي باولر ستورت نادي ليفر بول الإنجليزي اللي كان عمال ينادي عن الناس وعمال بيطالب بضرورة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح قائد الردز مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الصيف المقبل نفس الحال بالنسبة لتريند أليكساندر أرنولد وفرجل باندايك باولر كان بيقول في مقال أو ريبورت 12 في مرر البريطانية يجب على ليفر بول الاستفادة من صلاح وفاندايك وارنولد من خلال توقيع عقود جديدة ويتعين على ماليكي ليفر بول تقديم عرض للثلاثي الذي سيتم تذكرهم كأساطير ويجب أن يكون عجلا وليس جلا ولكن أنا هنا بضم صوتي لصوت باولر لأن في الحية أنت بتتكلم على المسلس بتاع أرنولد وفاندايك وصلاح يعني دول أعملت الفرقة أعتقد أن هما ليهم الدور الأكبر خلال الموسم الحالي وهم من وجهة نظر الشخصية يعني طيب خبر يعني سعيد طبعا لكل عشاء النجم المصري محمد صلاح اللي مكسر الدنيا في الحية في البريمير ليجي الهدف التاني وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبيمارس هويته المفضلة في الأسستات ويعطاء الهدايا لكل زميله صلاح بيعمل الأسست التاني أمام منشستر ينايتد طيب أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم على انتقال متعب الحربي لاعب الشباب إلى الهلال وهي الصفقة الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين وأوضحت الصحيفة أن صفقة متعب الحربي كلفت خزائن الهلال 123 مليون شاملة الضرائب أو حتى مش شاملة يعني انت بتتكلم في رقم ممكناش بنسمع عمرنا أبدا في الدوري السعودي ولا حتى في أي دوريات عربية إن العيب وطني أو العيب محلي يكون بالأرقام دي فكل التوفيق طبعا لأشقاءنا في السعودية والصام الصحافة السعودية في الحقيقة اللي مشرفنا الراجل الجميل الصحفي المتقلق أدهم الشرقاوي أستاذ أدهم بتشرف وجودك معايا مسائل فل عليك وطمن عليك في البداية مسائل خير عليك وعلى كل أستاذ المشاهدين والشرف لي والشرف طواجدي في قناة السعودية سؤال أدهم عايز أتكلم معاك أولا على متعب الحربي الراجل صفقة بتتكلم في 123 مليون ريال سعودي في لعيب محلي يعني عايز أعرف منك ردود الأفعال العاملة إزاي في السعودية هل الموضوع بقى عادي خلاص بالنسبة لهم إن هما يدفعوا الأرقام دي طبعا هي صفقة تاريخية بكل تأكيد صفقة تاريخية على المستوى الرقمي صفقة تاريخية حتى على مستوى المفجأة لأن حتى فجر اليوم كان الاتفاق بين نادي النصر ونادي الشباب على انتقال متعب الحربي لنادي النصر وليس لنادي الهلال مقابل 93 مليون ريال كان فقط اليوم صباح الأحد لتوثيق العقود وكتابة العقود وإرسال الاستغناء الخاص باللاعب بل إن اللاعب كان وقع بالأمس لنادي النصر اليوم نادي الهلال وصل باستفقة إلى 120 مليون ريال سعودي تقريبا 32 مليون دولار بالإضافة إلى إعارة مصعب الجوير لعب وسط نادي الهلال لمدة عام لنادي الشباب زيادة عن استفقة وبالتالي نادي الهلال ضم متعب الحربي الموسم الماضي تكررت هذه القصة في صفقة انتقال حسان تنبكتي مدافع نادي الهلال الحالي والشباب أيضا الصادق وكان أيضا هناك صراع وصراوي هلالي على ضم اللاعب وكسب نادي الهلال في النهاية ضم المدافع الدولي السعودي الأرقام طبعا الرقم رقم كبير جدا على صفقة لعب محلي واعتقد ان السبب الرئيس ان هناك أزمة كبيرة في السعودية في مركز الظاهير الأيسر تقريبا كل الأندية الكبيرة لديها أزمة الناصر الظاهير الأيسر مش لوحدك يا أستاذ أدهم والله طيب عايز يعني بفضل المول عز وجل ولكن انت بتتكلم ان انت في مصر عندك اتنين تلاتة في مركز الباكليفت وطبعا اكثرهم تقلقا هو فتوح ولكن عايز اخدك بقى الحتة وهي حتتك يعني دايما في الحقيقة بتجيب لنا الأخبار يعني زي ما بنقول كده يعني قبل ما تطلع في الصحافة أو قبل ما أي حد يتكلم عليها فماذا لديك من جديد فيما يخص الدوري السعودي والصفقات الجديدة يا أستاذ أدهم طبعا بخلاف شواء وكان سأل له اللي هنروح له يعني طبعا يعني آخر الصفقات كان اليوم وصول المهاجم الإنجليزي إبان سوني لنادي الأهل السعودي كان أهل السعودي كان أنهى اتفاقه مع فيكتور قسمين هداف النجير لنادي نابولي وهداف الدور ولكن هو تراجع عن الصفقة في اللحظات الأخيرة بالفعل لأنه كان خياره الأول هو التعاقل مع إبان سوني المهاجم الدور الإنجليزي من نادي برينت فور الإنجليزي أعتقد غدا تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية بعد كنسلو بعد ذهاب سعود عبد الحميد لنادي روما الإطالي عنده بنهضر لقاء مع اليوفينتوس نادي النصر سيعلن مساء اليوم عقب الصحف الطبي عن المدافع القادم من لابزك الألماني محمد سيميكان في آخر صفقات نادي النصر استعدادة للموسم الجديد كان النصر تعقد مع أحد المواهب البرازيلية بالأمس ويسلي قادما من كورونك يانز البرازيلي أيضا وبالتالي دي آخر الصفقات وربما تكون هناك صفقة مفاجأة وحيدة في الصفقات غدا وهو أن نادي الشباب بدأ بالحديث مع سيرخو راموس للتواجد مع نادي الشباب نادي الشباب الآن امتعش بمئة وعشرين مليون ريال بعد بيع صفقة متع بالحربي ويريد أن يستغل هذا المبلغ من خلال متابعة الصحف العالمية يعني أن راموس عنده تحفظ على الانتقال الدوري السعودي الله أعلم ولكن دي التصرحات التي اتنقلت على السان والله هو التحفظ كان في الموسم الماضي لكن أعتقد أن كان في حديث في الساعات الأخيرة من نادي الشباب وراموس على التواجد في الموسم القادم خاصة نادي الشباب كان عنده مجموعة من المدفعين وتقريبا انتقلوا ومعظمهم رامون سايس المدفع الدولي المغربي وآخرين وبالتالي قد تكون هذه المفجأة الوحيدة في سوق الانتقالات غدا في الكرة السعودية سوزادة مش شرقية ودائما بتشرف بوجودك معايا وان شاء الله نشوفك على ألف خير ودائما في تواصل معاك فيما يخص كرة القدم السعودية هنستعرض مع حضراتكم جدول أهم المباريات اللي هتتلاعب النهاردة منه إلى فاصل عشان نستقبل ضفنا اللي هيكون بشرفنا وين ورنا اللاعب أحمد أطوي لاعب نادي زمالك السابق بعد هذا الفاصل فنتابعه موسيقى موسيقى أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد رسميا مع المغربي محمود بن تايج ظهير أيصر فريق سانتي إتيان الفرنسي لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في الموسم الكروي الجديد وانضم محمود بن تايج لصفوف الزمالك قادما من سانتي إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بحقية شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة بشكل رسمي وتعاقد مجلس الزمالك مع اللاعب المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للقلع البيضاء على إبرام الصفقة بشكل رسمي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة وخاض محمود بن تايج ثلاث وعشرين مباراة بقميص فريق سانتي إيتيان الفرنسي منها عشرين لقاء في دور الدرجة الثانية وشارك في صعود الفريق للدور الممتاز بعد خوض ثلاث مباريات في الدور الفاصل وسجل هدفا وصنع هدف آخر مع الفريق وقبل خوض رحلة سانتي إيتيان الفرنسي لعب محمود بن تايج بقميص الرجاء المغربي وشارك في سبع وثلاثين مباراة سجل خلالها هدفين وصنع أربع أهداف خلال ثلاث بطولات وفي دور أبطال إفريقيا خض محمود بن تايج ثماني مباريات مع الرجاء كما شارك في أربع وعشرين مباراة بالدور سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف ليؤكد اللاعب المغربي إمكانياته الفنية الكبيرة بعد رحلة كروية ناجحة في المغرب وفرنسا قبل الانتقال للنادي الملكي في الصيف الحالي ليبدأ رحلة جديدة مع الفارس الأبيض أنا محمود بن طايق أنا في الزمالك شكرا جزيلا من جديد بغدت رحيب بحضرتكم مرة تانية مشرفنا ومورنا الكابتن أحمد قبطاوي لعب ندي الزمالك السابق كابتن أحمد بتشرف وجودك معي حبيبي كابتن ربنا خليك شرف لي ومفسوط إنه موجود معي في البداية عايزة عرف بقى ماذا عن التحديات فيما يخص جوزي جوميس في البري سيزن إيه أبرز الحاجات اللي محتاج يشتغل عليها ويبتدي إزاي يرتب أوراقه للموسم الجديد في البداية بس يعني بعد إذنك بعز بس أسرة إسماعيل عبدالصامد ناشئ نادي الزمالك العريس الشرقية اللي توفى ربنا يرحمه ويصبر أهله ولعب دلاعب معنا عشر سنين في النادي بتمنى ده توفى يوم فرحه وهو راجع بعد الفرح صح بعد الفرح خلص وهو راجع في العربية جنب العروسس ها أه حصل فصاحبه خده وديه على المستشفى موقف الحياة صعب جدا بقاء لله وربنا يصبرهم وده قعد عشر سنين كان لقيه بجامل جدا وكان قريب مننا أنا سمعت كبال أن هو كان متغرب سنين كتير عشان يبتدي يعمل شقته ويجهز نفسه بعد ما سابق كورة سافر وكان والده جاله صدمة توفى بسبب أنه هو بعيد عن الكورة وهو يعني نتمنى يعني أن حد من النادي أن هم يتوصلوا مع أهله ويشوفوا احتياجاتهم ربنا يصبرهم يا رب رحمة الله علي يا رب يعني ربنا يا رب يتقبلهم من الشهداء وحاجة بصراحة صعبة جدا ربنا يا رب يرحمه وتعزينا طبعا لأهله نعم فيما يخص جزي جمز والتحديات للموسم الجديد والتحديات للموسم يعني أنا شايف أن الموسم بادئ هيبدأ بحاجات مهمة جدا زي مثلا الأدوار التمهدية والسوبر السوبر دي أهم حاجة دلوقتي أن إنت الاستعداد الشغال دلوقتي المؤسكر في اسكندرية لازم يكون أهم حاجة تدعيم ما فيش دلوقتي غير اللاعب ومحمد ده عواد جدد فهو التجديد العواد دي حاجة كويسة غير السفقات لازم سفقات كويسة عشان خاطر الكوامة أنا شايفه كويس اللاعب الروتيشن الخلص ده واللي خده راحة إن شاء الله بإذن الله تكون البداية كويسة بالسوبر ونكسب البطولة بإذن الله إزاي جمازي حقق أكبر نسبة من الاستفادة الفنية من خلال البري سيزن في معسكر برج العرب الاستفادة من اللاعب اللي رجعت زي حسام أشرف ده لعيب كويس جدا إن شاء الله بإذن الله هيكون إضافة للنادي أنا بتوقع إن هو إن شاء الله إن شاء الله يعني هيكون هدف الدوري السنة الجاية وأنا أتمنى وأتوقع لأنه عنده الإمكانيات وهو لعب قبل كده يعني مش إنه راح إعارة بس ورجع لا ده هو كان موجود وكان إضافة قبل كده في النادي فدي فرصة عمره إنه هو لما يرجع وراجع من هدفين الدوري في فرقة هبطت مما بالك لما بيلعب تحت في نادي جماهير نادي كبير زي نادي الزمان ورعيبة كبيرة بتخدم عليه طبعا مع محمد محمود مع الصفقات اللي رجعت مع التجديد مع لسه الإضافات اللي هتيجي إن شاء الله الموسم ده الموسم اللي فات ده يعني خدنا فيلكم فضر الله بس مش هيتكرر لأ إن شاء الله يكون فيه بطلوات السنة دي بإذن الله حديثا بالصفقات أعتقد ضربة البداية كانت بفك القيد من جانب مجلس الإدارة ودايما لما يبقى فيه مثلا أرض أنت عايز تبني عليها والأرض يبقى فيها حريقة فأنت لازم تطفي الحريقة عشان تعرف تبني على الأرض فبالتالي أولى خطوات يعني الإعلان عن صفقات كان بفك القيد والإعلان طبعا عن الصفقة الجمهور الزمالي كله شافها وتبحها محمود بنت إيش والله أنا شايف إن الله يكون فؤونهم الفترة اللي فاتت دي المجلس يعني أنا مش ببرر ليهم بس الموضوع لأ يعني فاك القيد تلات مرات يعني بتطلع من فاك القيد توقف تاني لاعب تاني واحد تالي فالموضوع صعب جدا ومبالغ غير طبعية المبالغ دي كلها لو كان النادي استفاد بيها كنا عملنا فرقة لعشر سنين أن نكتسح البطلات كلها مبالغ يعني رغيبة فإن شاء الله بإذن الله يعني يقدروا كمان هما يدعموا والفترة اللي جاية كمان بصفقات كويسة في إن شاء الله يعني أنا تمنى صفقة بن شارك تخلص برضو هتفرق قوي بص يعني خلينا كل حاجة هتخلص هيتم الإعلان عنها سواء من خلال قناة الزمالك أو من خلال الموقع الرسمي وأي صفقة تأكد نادي الزمالك بيتفاوض معها فهو حاطت بلان A و B و C يعني لو نادي الزمالك حاطت لاعب معين بيتفاوض معاه حاطت قدامه ثلاثة أربعة في نفس المركز بنفس الكواليتي بنفس الكفاءة الأهم الكواليتي أنا مش لازم أجيب الكمية صحيح إن أنا أجيب خمسة ستة سبعة لأ أنا عايز أجيب ممكن بحق خمس ستة صفقات أنا ممكن أجيب لعيبين اتنين يفرقوا معي صحيح زي الصفقات إحنا كان معنا جيل بتاع فرجاني سياسي وبن شارك وطارق حامد ما حافظناش عليه وطارق حامد وزيزو فأنت بتكلم في إمكانيات وكلام بكل كواليتي كواليتي كان عندك ديك كان مصطفى فتحي وكان معرفش مين الدكة بتاعتك كان مصطفى شفوا مصطفى عامل إزاي منور جدا طبعا في بيرامين فأنت بتكلم في الكواليتي بتاع اللعيب لما مثلا أجيب لعب بدل ما أجيب ثلاثة أربعة لعينة هيفرق معي شفت زي طيب التعاقد مع محمود بن تايد صفقة كويسة جدا ونادي الزمالك مع اللعيبة دي لعب جاي من فرنسا حتى لو درجة تانية اللعب ده لعب في الرجاء قبل كده مش نادي صغير نادي كبير هو صعد السندي للدورة الممتازة أتكلم عن كده وهو عنده الإمكانيات كويسة الهجومية كمان أنا اتفرجت على الهاي لايتس بتاعته بالمناسبة كل الكروسات بتاعته على دماغ لعيب يعني هو لما بيجي يعمل الكروس مش بيعملو خلاص لا هو الكروس بتاعه بيبقى موجه للعيب معين إذن بتتكلم اللعيبة اللي موجودة داخل البوكس لو بتجيد الكرات الهوائية وعندنا كواليتي لعيبة زي سيف الجزيري وزي حسام أشرف إن شاء الله وزي ناصر أو كان مين المهاجم أو مين اللي موجود داخل منطقة الـ 6 yards أو الـ 18 الكروسات بتاعته دائما موجهة للعيب ما هي دي ده الأهم منابوليك كواليتي لما يكون لعب كويس جدا إنه هو بيعرف يعمل الكروس وبيروح للمهاجم على طبق من ده بزي ما بيقوله بدي أدي حاجة كويسة إنت عندك بقى الفينيش لازم الفينيش بقى إن كان أي حد هيلعب قدام حسام سيف الكنام ده كله لازم يكون أنا عندي شراسة يعني غل لازم روح لازم أجيب جهون عشان خطر الناس اللي بتبقى موجودة الجمهور ده صحيح لازم في نادي الزمالك ما بتلعب لما نازل الماطش بنازل أنا عايشة نكسب مش نازل عشان خطر أتعادل إحنا كنا بنلعب كورة وبنمتع نفسنا وبنبقى فرحانين ومبسوطين من الأداء بس في الآخر بنبقى كسبان لو خسرت بيبقى إيه يعني الجمهور لأ أنت عملت اللي عليك بس فيه في روح فيه شراسة طيب حديثا بالتعاقدات أو الصفقات الجديدة بتشوف إيه أبرز المراكز أو إيه اللي احتياجات اللي نادي الزمالك محتاجي يسدها من خلال الترانسفر ماركت محتاجين هافين وينجين ومهاجب ومدافع بعد التجديد لعواد طبعا كان محتاجين حارس مع عودة الوينش وحسام عبد المجيد والمسلوسي الوينش هيبقى أكبر إضافة كبيرة الوينش رجعته هيبقى كويس جدا جدا بس الوينش رجع من إصابة طويلة مش هيخش على طول يلعب أتمنى أنا الوينش شاهدت فيما الجروح علي إني لعبتي معايا وعارفه وأنا ما كنتش بقول له لا أنت أحسن لعب في مصر المدافع في مصر فالإصابة دي طويلة كمان الوينش قبل ما إصاب كان أفضل سرد باك داخل القرى يعني دي حقيقة فهو لما يرجع الموضوع بقى حياخد وقت ولا هيخش على طول هو المفروضة يسافر خلال أيام لألمانيا عشان عنده مقابلة مع الدكتور الأجر للعملية الجراحية فبالتالي هيتحدد عليها أمور كتير وأنا كنت على تواصل معاه يعني انتصلت به من كم يوم كده تطمنت عليه وهو يعني في حالة بدنية ممتازة في الحقيقة أتمنى لو الوينش بنص مستوى هيشيل الدفاع وهيبقى وحش فإن شاء الله بإذن الله يرجع يبقى أحسن بالأول بإذن الله أهمية استمرار زيزو مع نادي الزمالك أفضل لعب في مصر يعني دي حقيقة ده يعني ده مكسب كبير قوي يعني الإغراءات والحصل والمبالغ الفلكية التي تعرضت على زيزو لو أي حد تاني هيسيب النادي ويمشي لكن هو ظهر الانتماء وحبه للنادي والجمهور لأن نادي الزمالك أثر مع زيزو في حاجات كتير وهو زي ما نادي الزمالك بيدي زيزو لا نادي الزمالك عمل لزيزو حاجات كتير فهو بيحسبها بعقله زيزو ولعيب محترف قبل ما يكون لعيب كورا نادي الزمالك في الحياة الخيرو على الناس كلها ونادي الزمالك دايما وجمهور الزمالك يعني فهل بس هل هو قاعد بالوقتي هل هيجددله ولا هيمشي فيه مهدين ده الأهم بص هو يعني اعتقد من خلال البيان الرسمي اللي نشر مجلس بدار الزمالك وفي الحقيقة هم بيتعاملوا دايما بشفافية مع الجمهور في تمسك من الطرفين سواء أنا كلمت مع زيزو على فكرة بشكل شخصي زيزو قال لي محدش في الدنيا هيفهم علاقتي بجمهور الزمالك ده ده اللي الجمهور حسه فعلا وانا فعلا بقولك يعني حاجة جمهور الزمالك فهمها كويس جدا علاقة زيزو بجمهور الزمالك فعلا زي ما زيزو قال لي هي محدش هيفهم العلاقة بيني وبين الجمهور غير الجمهور نفسه تتحس دي فعلا ما فيهاش كلام ما فيهاش كلام تشوف زيزو هو نزل أرض الملعب قبل أي مطش أول حاجة عين وبتروح عليها هي الجمهور وأول حاجة حتى قال لك أنا بشح انتقتي من الجمهور فهو قال لي أنا بتشرف أن أنا موجود داخل ناديا الزمالك يهمني أن أنا أكون مكمل داخل ناديا الزمالك مجلس إدارة ناديا الزمالك كلنا شفنا وطبعنا الاحترافية والاحترام والشياكة في التعامل بيقدروا كل الناس اللي موجودة داخل تيم ناديا الزمالك فإذن النية متبدلة هو استمرار زيزو سواء من حيث رغبة اللاعب نفسه ومن حيث الإدارة أو مجلس الإدارة المحترم فأعتقد أن أي قرار هيتاخد أو هيتحسم إن شاء الله هيبقى في مصلحة النادي أكيد أن دي صفقة الموسم أن أنت تخلي نجم كبير زي زيزو أحيانا لما بيبقى عندك لعيب تجدد له ده بيكون بمثابة صفقة كبيرة حتى لو هو مازال موجود أو عقده فاضل فيه سنة أو حاجة فبقاق على القوام الأساسي واللعيبة بتاعتك في حد ذاته بيكون صفقة حصل ده دي أهم صفقة يعني للنادي والجمهور الزمالك والكلام ده ده دي أهم صفقة حصل أنت دلوقتي أنت تحافظ على القوام لأن أنت دلوقتي السنة اللي فاتت دي إحنا الواحد كان بيتنشأ على حد أن هو يبقى كويس طيح باتفق معك عايز أخذك برضو الجزئية هامة أخرى وهي مستقبل حراسة المرمى بتتكلم عندك الشناوي أنا بتوقع ومش عايزين نحط بريشر أو ضغط على اللاعب بس الشناوي ده في يوم الأيام بيزد المول عز وجل في خلال سنين قليلة هو حارس مصر الأول وعلى فكرة أنا اتكلمت مع سكاوتينج تيمس مع ناس بتتكلم بلغة الأرقام وبالعلم وكل حاجة بيقولولي أرقامه وشخصيته وطريقته وأتتيوده الراجل ده منتخب مصر قريب جدا حصل فعندك أعواد خبرة كبيرة وحارس منتخب مصر صبحي برضو لسه قدامه مستقبل كبير وحارس متقلق ويمكن في مدخلة معايا قال أنا هرجع تاني لسابق عهدي واعتقد أن كل هذه الأمور في الآخر لما يبقى عندك منافسة كده كل حارس وراء تنين حراسته قال وجبار بيدبدب وراء ده بيكون المنتج اللي انت عايزه يكون موجود في حراسة المرمى بتاعتنا يعني إضافة كبيرة جدا لعب صغير بس بتفكير وبشخصية كبيرة لعب كبير عنده إمكانيات أنا بحييك على التصريح ده آه فعلا لا إن اللاعب بيظهر من أول مطش ليه وهو ظهر وفرض شخصيته صحيح والإمكانيات بتاعته طريقة التعامل مع اللعيبة أنت لما بتبقى نازل أول مطش ليك وطبعا أنت راجل نجم يعني وليك باع كبير في الملعب ولكن لما تبقى لست نازل بتبقى مستني اللعيبة تطبطب عليك واللعيبة تدعمك إنما لما أنت تبقى أنت نازل وجاي في الملعب وكاشف الملعب وتبتدي تحرك زمالك وتتكلم معهم في أول مشاركة ليك فدي شخصية كبيرة جدا ما هي دي بقى الليه اللعب الكويس اللي هو عنده شخصية الشخصية فيه لعيبة كويسة جدا كتير بس بتحت ضغط جماهيري أو تحت ضغط أندية كويسة كبيرة تلاقيها تحتاز لا الموضوع بيبقى صعب لكن أنت لعب صغير يطلع ويبقى كويس وعنده شخصية وبتكلم مع اللعبك كبيرة دي دي أنت بتكسب شخصية وتكسب نجم كبير متجاي في الطريق لا كمان لما لعب كان ماشي كان ظاهر وكان ماشي كويس جدا من أول مطش إلى آخر مطش صحيح طيب إحنا دلوقتي حللنا أو تكلمنا عن المنظومة الدفاعية لنادي الزمالك بداية من حراسة المرمى للسرد بكات والبكات بتوعك نروح بعد كده لخط آخر وهو منتصف ملعب نادي الزمالك الناس كانت بتتكلم من إحنا الصفقات كتير في نص الملعب أو عندك صفقات كتير في نص الملعب ولكن الرد كان بإحراز الكونفيدرالية الإفريقية بقى عندك كومبو كده تقدر تعتمد عليه وعندك أماشا جيدة بتتكلم عبدالله السعيد بتتكلم أحمد حمدي إن شاء الله يرجع بالسلامة بتتكلم في دونجا بتتكلم في ناصر ماهر منتخب مصر بتتكلم في زيزو بتتكلم في مصطفى شلبي فأنت عندك ست سبع لعيبة أماشا كبيرة تقدر توظفها بأكتر من طريقة ويبقى عندك نص ملعب حلو وتقيل عندك فيه كل حاجة يعني خليط النص ملعب ده الخليط الكوكتيل في كل حاجة الخبرة والشباب والإمكانيات والروح والمستقبل الحاجات دي كلها اللعبة دي بالكواليتي دي كله هيفرق معنا وانت دلوقتي انت داخل في الدوري عندك يعني في دوري وفي أفريقيا وفي كاس وفي سوبر يعني بترق كتير فلما يكون عندك العدد ده هيفرق معاك في روتيشن الروتيشن بتاع الدوري غير السنة اللي فاتت الروتيشن ما كنتش بتلاقي لعيبة سأعطت لعيبة ناشئين فانت خدت منهم كام لعب يعني تلعنا بكام لعب كوي الصغير والباقي انت مكمل معاك في ناس تطلع إعارات تستفاد منها والكلام ده كله يلعبوا ويرجعوا تاني ياخدوا خبرة وينضغوا لكن دلوقتي النص الملعب انت مش محتاج أي حد فيه بصراحة التدعيم يبقى مثلا قدام مش بدأنا بحراسة المرمى مرورا بالسرد باكات والريت والليفت باكس ثم منتصف الملعب نروح للجزء الأهم بقى والسترايكرز أو خط الهجوم بتاع نادي الزمالك لازم صفقة كده مع مصطفى يا شلبل ونتمنى جمهور الزمالك كله ونتمنى ان شاء الله ان بنشرق يخلص هتبقى كويسة جدا هو التنافس بينهم الاتنين احنا بنتمنى اللي يكون موجود اولا طبعا يكون كواليتي ويلبي او يسد الاحتياج الفني ولكن هقولك احنا بنتمنى ايه ولكن بعدها زالفاصيل موسيقى عمري ما هنسى قولي وهو يقلني لاستنفل صغير قطب وبيعلمني هالليل امتسى مالك هو حياتنا والدنيا فانيا وهينير قطب مالكنا الليلة جينا كلها بحرصور يا رب يحمي ندينا انت المالك اننا انت عالي ونسى لحظه مينا اننا عشنا وانت الزمالك احلى حاجة في الزمالك هو جمهوره واحلى حاجة في جمهور الزمالك انه هو حبه لنادي الزمالك حب غير مشروط ولا ببطلات ولا بكوس ولا باي حاجة هو جمهور يعشق الزمالك ويعشق تشجيع الزمالك واحنا دايما في ظهر الزمالك يعني احلى كلام يتقال على طول بعينك دمعت كده في ثانية لا هم المحرك الرئيسي لنا هو اللي بيعمل لنا يعرف اللي هو بيديك باور بيديك طاقة هو اللي بيحركك فدا جمهور رقم واحد طبعا طيب كنا بنتكلم على الصفقات ونادي الزمالك محتاج ايه بعيدا عن الاحتياجات الفنية نادي الزمالك محتاج اللي شريه نادي الزمالك محتاج اللي عارف امته نادي الزمالك محتاج اللي عارف ايمت جمهوره نادي الزمالك محتاج اللي عارف ايمت تيشرت نادي الزمالك أي صفقة بيتكلم فيها نادي الزمالك نادي الزمالك بيضيف للعب مش اللعب اللي هيضيف له نادي الزمالك تقول له عمره بيضيف وبيعمل لعيبة وأساطير وفي الآخر اللي هيجي وعايز يضيف لنفسه ويعمل تاريخ لنفسه هيفرق أو معاه وهيعمل لنفسه تاريخ قبل ما يعمل للنادي لأن في أساطير اعتزلت وأساطير هتيجي ومثال كبير زيزف ضحب بملايين عشان خاطر نادي الزمالك وعشان الجمهور وإن شاء الله تكون سنة ببطولات بإذن الله السنة وعلى فكرة جمهور الزمالك بيقدر جدا جدا يعني شواف وعارف وبيحس بكل حاجة صعب تضحك على جمهور الزمالك مش جمهور الزمالك اللي انضحك عليه لأنه هو دلوقتي بيشوف كل حاجة وبيحس بكل حاجة صلاح صنع هدفين وجاب جون وأصبح هو الهداف التاريخي للدربي ما بين ليفر بول ومنشستر يونيتد وكمل يا أبو صلاح وراك 120 مليون بيدعو لك وفي ظهرك وسند ليك وهنفضل نفتخر بيك وهنفضل نتشرف بيك لآخر العمر ده كمل في حتة تانية خليك في الربنا يكرمك ودايما كده فخرنا وفخر العرب وأسطورتنا يا رب دايما كده موفق ده في حتة تانية لو مصر ليه سفير في الرياضة فصلاح محمد صلاح هو سفير مصر في الرياضة دي حقيقة طيب خلونا ناخد موضوع حلقتنا النهاردة مع جمهور الزمالك على الشاشة هول ناس جاهزة على طول أهمية تعاقد الزمالك مع المغربي محمود بن تايج لتدعيم الجبهة اليسرى البداية من عند محمد حازم بيقول مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد وتحياتي لكابتن أحمد قطاوي أكيد طبعا صفقة مهمة جدا وندي الزمالك كان في احتياج شديد لتدعيم الجبهة اليسرى طبعا بعد أزمة أحمد فتوح ربنا يفك قربه ويرجع علينا بألف سلامة بالتوفيق وكل الدعم لأي لاعب يالب ستيشرت الأبيض محمود بن تايج مننا زمالكاوي زينا وتحياتي لحضرتك وكل فريق العمل أنا بشكر حضرتك يا أستاذ محمد عمر خالد يقول مساء الخير عليك يا أحمد أكيد طبعا صفقة بن تايج ممتازة وأتمنى أن يكون إضافة قوية للزمالك ويقدر ينسجم مع العيبة والفريق بإذن الله يكسر الدنيا مع الزمالك ويحصل على البطولات مع الزمالك كل الدعم والتوفيق لنادينا الحبيب زمالكاوي وأفتخر بشكرك يا أستاذ عمر أحمد حسن بيقول سلام عليكم كان لازم التعاقد مع زهير أيسر وكان لازم كمان يكون أجنبي لأن ما فيش حد في مصر يقدر يعود غياب فتوح ربنا يفك كربو إن شاء الله وتحياتي لحضرتك يا أستاذ أحمد ونديفك الكريم نجم نادي زمالك السابق الكابتن أحمد قطوي وتحياتي لفريق العمل وبرنامج أخبرنا ولي قانونة نادي الزمالك شكراك يا أستاذ أحمد الناس مرحبا بيجدا حبيب ربش محلي يوسف إنبابي بيقول مساء الخير عليك يا أحمد أهمية الصفقة أكيد مهمة لأننا كنا محتاجين لعيب في هذا المركز وبإذن الله يليق بنادي الزمالك وإسمه مكانته إن شاء الله القادم أفضل زمالكاوي وأفتخر بشكرك شكرا جزيلا أخذ منك تعقيب أخير على المرحلة اللي داخل عليها نادي الزمالك بتتكلم في ماتشين في الدور التمهيدي بيز النول عز وجل في الكونفيدرالية الإفريقية وبعد ذلك المباراة الهامة والمرتقبة في السوبر الإفريقي فتعقيبك يا تعقيب إن شاء الله اللعيب يا رجالة وإن شاء الله هتفرح الجمهور ويبدأوا الموسم بداية كويسة إنها هتفرق معنا البداية الموسم بتفرق مع أي حد وإن شاء الله بإذن الله الماتشين الأفريقية الأول ده إن شاء الله بإذن الله هنصعد فيها بإذن الله تكون بداية مبشرة عشان خاطر تخلي الجمهور يعني يحس براحة شوية عشان خاطر ماتش السوبر وإن شاء الله بإذن الله هيبقى ماتش السوبر ده استعداد لي وإن شاء الله بإذن الله انا متفائل خير ان احنا هنكسب الصور انت رعيب محترم وزمالكوي بجد وصاحب جدع وانشرفت بوجودك معايا وان شاء الله دايما هتقدم في نجاح ودايما منورنا القناة ربنا يخليك بنورك وانا مبسوط ان كنت موجود معاك وموفق دايما يا رب ان شاء الله ربنا اعزك شكرا بزيلا جمهور الزمالك العظيم اوفى واعظم جمهور في الدنيا انتم احلى نعمة والله العظيم في الدنيا ودايما سبب واهم سر في الحياة لنادي الزمالك في الطلاط في انجازات في اي تحدي طول ما الجمهور ده في ظهر نادي الزمالك عمرك ما تخاف على نادي الزمالك بكرا ان شاء الله حلقة جديدة من برنامج اخبارنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا